اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مساء الخير للجميع مساء الحمار الرحيم طبعا ما في شك ان جميع الدول العربية المشاركين في اعمال هذه الندوة ابدوا احتمامهم الكبير في موضوع التلمية المستدامة خاصة انهم اكتشفوا بان الموضوع اصبح ملحن على المستوى الدولي ولذلك جاءت هذه الندوة من شلال هذه الندوة طبعا كانت اليوم جلسات وتعدد استمرت حتى مساء اليوم وركزت على احداث التنمية المستدامة ودور البرلمانات في تحقيقها بالاضافة الى التلأم مع الغرض مشاركة البرلمانات العربية في احداث التنمية والحكم الفعالة كعنصر حيوي في التنمية المستدامة وكان طبعا هناك مشاركات عديدة والتركيز على دور البرلمانات في تحقيق التنمية المستدامة ركزت طبعا وفد البحرين من خلال هذه المشاركة على ما تم تحقيقه على المستوى البحريني في كثير مجالات خاصة في مجال دور المرأة والمستوى بين المرأة وتحقيق الكثير من الأمور ذات العلاقة بدفع المرأة للحصول على مكاصب كثيرة بأن تحققت لها في المشاركات السياسية والاقتصادية والتجارية وكذلك وصلت لأعلى المراتب بأن أصبحت المرأة اليوم في البحرين أيضا تقود المقاتلات الحربية كسلاح الجو وفقا لما أعلن مؤخرا فهذه الأمور المشاركة هذه طبعا أبدأوا فيها إعجاب شديد وفي نفس الوقت كانت هناك بعض الرغبات في أن تتطور هذه المسائل لمستويات أكبر بحيث أن ندفع ببعض التشريعات من خلال مجلس النواد البحرين أو الصفة التشريعية في البحرين لتعطي دافع أكبر وتحقيق حقوق ومجالات أوسع للمرأة البحرينية نعم سيد جمال كيف رأيتم تجاوب الوفودة الإقليمية الممثلة لبرلمانات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع ما قمتم بعرضه فيما يتعلق بإنجازات مملكة البحرين بالتحديد فيما يتعلق بدور السلطة التشريعية على صعيد متابعة أهداف التنمية المستدامة ولا المساواة بين الجنسين والتمكين المرأة كيف رأيتم التجاوب في هذه الندوة من برلمانات الإقليم؟ ما في شك طبعا هناك بعض الدول كانت تتطلع إلى تواصل مستمر لاستفادة من التشريعات البحرين هناك بعض الدول طلبت من الاتحاد البرلماني العربي المشاركة في تنظيم هذا الملتقة بأن يتم الحصول على التشريعات التي صدرت بهذا الشأن من البحرين وتعميمها على جميع الدول في نفس الوقت طلبوا من خلال الاجتماعات القادمة لاتحاد البرلماني العربي الذي مفترض أن يعقد اجتماعه خلال شهر ديسمبر القادم بأن تعرض مثل هذه الإنجازات وفي نفس الوقت تكون هناك تجربة تعرض على جميع الوفود التي تشارك في اجتماعات اللجنة القادمة وفي نفس الوقت بأن يتم تبادل الخبرات والتجارب التي في كيفية التوصل إلى مثل هذه التشريعات من أجل وصول إلى أعلى المستويات في من الأمور المهمة في هذا الصدد هو الجانب ذات العلاقة بالتنمية المستدامة من جانب مع بعض التطور لأن هناك تأكيدات بأن التنمية المستدامة كقاعدة أساسية تحتاج إلى مبدأ السلم ومبدأ التنمية والمبدأ السلم والتنمية أكدنا عليهم بأننا البحرين تحديداً بذلت جهود جبارة جداً من أجل تحقيق الأحداث المرجوة في مسئلة التنمية المستدامة والتحقيق القوانين ودفع المرأة للوصول إلى أعلى المستويات في أساسية وقتصاد التجاريين ولكن أيضاً طلبنا من مندوبين الأمم المتحدة بأن يكون لهم مواقف المواقف هذه تجاه بعض الأعمال الإرهابية والتخريبية التي تتعرض لها البحرين وتستجد من بعض الأجهات الخارجية التي هي تؤثر على هذه برامج التنمية وتكون سبباً في إضعافها وكذلك في جانب ذات العلاقة في استمرار العملية التنموية على الصعيد الوطني فكانت هناك طبعاً مواقف جداً قريبة جداً من تجاوبها وتأكيدات بأهمية استمرار الديمقراطية والعمل على التواصل والدفع برامج الديمقراطية دون يكون هناك أي تأخير في هذا المجال نعم من الإسكندرية سعادة سيد جمال داود عضو مجلس النواب شكراً جزيلاً لك ونتمنى لكم التوفيق في هذه الاجتماعات شكراً جزيلاً لكم